كشف قيادي يوم بارس في التيار الصدري عن أهمية السيطرة على بناية المطعم التركي وسط بغداد من قبل عناصر سراي السلام الجناح العسكري للتيار وقال القيادي إن عناصر سراي السلام يتواجدون في بناية المطعم التركي منذ تظاهرات تشرين عام 2019 وأصبح هذا التواجد رسمياً بالاتفاق مع الحكومة العراقية والهدف منه كان تأمين التظاهرات ومنع أي اعتداء على المتظاهرين ومنع استغلال استخدام المطعم التركي للأعمال غير القانونية كمهاجمة القوات الأمنية وغيرها وبيّن أن التيار الصدري يرى أن هناك أهمية كبيرة في تواجده في المطعم التركي وهذا التواجد هو استراتيجي لحماية أي تظاهرة للصدريين قد تخرج أمام المنطقة الخضراء ولمنع استخدام هذا المطعم الاستراتيجي كمقر لقمع المتظاهرين من قبل الفصائل وأضف أنه تم رفض الانسحاب من المطعم أو جعله بيد القوات الأمنية من دون وجود عناصر سراي السلام والآن هو تحت إدارتهم في قبل كل جديد شكرا